بعد مضيعة من على تحرير ناحية البغداد غرب الأنبار من سيطارة تنظيم داعش ما زالت قرية جبا القريبة منها تعاني من نقص حاد في الخدمات الضرورية وانعدام محطات مياه الشرب فضلا عن انتشار جثث المسلحين المتفسخة في المنازل المهدمة إضافة إلى المخلفات الحربية التي منعت الأهالي من العودة لمنازلهم مطالبين الجهات المسؤولة والمنظمات الإنسانية بالتدخل لإنقاذ المنطقة ومساعدة النازحين للعودة إليها الجثث لا زالت في الدور والبيوت المهدمة والألغام لا زالت في الشوارع وفي البساتين وفي الطرق أيضا ما لحد الآن ما زالت في الحكومة نطالب من الدولة ومنظمات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة أن تساعدنا بالنسبة لرفع الأنقاذ ورفع الجثث والألغام سهول أوضاع الخدمية والطبية في قرية جبا والبغداد ساهمت بانتشار مختلف الأوبئة والأمراض الانتقالية بين الأهالي وأبنائهم طلبت المدارس دون السيطارة على تلك الأمراض الانتقالية تلاميذ مدرستنا انتشرت بينهم أمراض عدنة أمراض جلدية صعبة جدا وخطيرة وأمراض سرطانية بالمنطقة انتشرت نتيجة هذه الجثث ونتيجة الأسلحة التي ضربها داعش على الأسلحة غير نظيفة كلها كيميائي وكلها سيفور المسؤولون في صحة البغداد كشفوا عن تلوث كيميائي أصاب منطقة جبا بسبب قذائف مجهولة استخدمها المسلحون في تلك المناطق حيث أصيب عدد من المواطنين الداخلين إلى المنطقة بأعراض مرضية غير مألوفة ما يستلزم تدخل جهات مختصة لإنهاء التلوث والسيطرة عليه أكثر الناس اللي تعاني من خدر خدر الشفايف حسر التنفس أمراض جلدية يعني هاي يعني قلت لك احنا نزلنا ثلاث ساعة على منطقة جبا يعني صارتها الحالة يعني ما معقولة يعني المفروض يعني اللجان ولو يعني دارت صحة أمبار مهم قصرة بس جهودهم يعني ما يقدرون على أكثر هاي مواد كيميائية يعني الظاهر مشعة حجم الدمار الذي تشهده تلك المناطق المحرارة غرب الأنبار يتوجب تدخل المنظمات الإنسانية لإغاثة أهلها من كارثة بيئية منعت أغلب سكانها من العودة إليها من ناحية البغداد غرب الأنبار عمر العبيدي الحر موسيقى